نرى بعض الطرق الصوفية يتمايلون في ذكرهم ويقولون إن الصحابة كانوا يتمايلون كما يتمايل الزرع كلما سمعوا ذكر الله فما وجه الصحة في قولهم يقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته جادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ذكر القرطبي عند تسير هذه الآية أن وجل القلوب خوف من الله وفيه أيضا أطمئنان عند ذكر الله فما قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وليس منه ما يفعله الجهاد والأرذاب من الزعيق والزئير والنهاق ثم ذكر حديث الترمذي وعظن الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت القلوب ولم يقل العرباض بن سارية رأو الحديث زعقنا ولا رقصنا والإمام الغزالي في كتابه الإحياء تحدث عن الواجد والتأثر بالقرآن وذكر الله ولذلك مظاهر إما بكاء وإما تشنج وإما غير ذلك وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود وأخواتها وذكر حديث بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قرأ عليه ابن مسعود فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة ثم ذكر بعض نقول عن وجد الصحابة والتابعين عند سماع القرآن فمنهم من فعص ومنهم من غشي عليه ومنهم من مات وكلها أخبار بدون سند يعتمد عليه ولكن يمكن أن تحدث فالطبيعة البشرية تتأثر بأشياء كثيرة وبعض الصعوب الآن أو بعض الأفراد عندما يسمعون شعرا أو كلاما أو غناءا أو موسيقى تتحركون حركات مختلفة إما بهز الرؤوس أو تمايل الجسم أو الرق أو غير ذلك فلا مانع أن يكون بعض الصحابة وأن يكون غيرهم قد تحرك جسمه عند سماع آيات من القرآن تؤثر بقوة على وجانه وأعصابه تقشعر منه جلود الذين يخسون ربهم وعند قشعريرة الجلد يظهر على الأعصاب أثره وعلى العضلات بأي حركة ومع ذلك فالإسلام لا يقر شيئا يتنافى مع الآداب ومع الرجولة ومع الكرامة كما لا يقر الرياء عند ذكر الله وعند الطاعة بوجه عام والله أعلم ترجمة نانسي قنقر